مرحبا بكم معي في قناتي الشيف ماليكا اليوم سوف نشارك معكم واحد الفطائر اللي يلديدة بحشوة سهلة في تحضير الصدقوني تيجي ولدادي بزاف تيحمق عليهم الوليدات هنا اول حاجة غاد ندير هي العجينة غاد نعجنا بواحد اربع كاس ديال زيت المائدة وربع كاس ديال الحليب على حساب كل واحد يدير هنا الكيميه اللي غن دير انا هاد همه المقادير وحل معلقة صغيرة ديال الخميرة الفوريه شوية ديال السكار سانيده عفوا وجوز لايف ديال طحين ديال القمح هنا استعملت انا ومعلقة صغيرة ديال الملحه والماء دافي باش نعجن العجينة هاد همه المكونات ديال العجينة وغادي نديرها خمسة دقائق هي باش جمعت العجينة وانتوما ديروها في قسعة ولا في الروبو اللي بغيتو صافي هنا ينبعد ما جمعت لي العجينة غادي نحيدا من الروبو دهن واحد هكا واحد الكسعة بالزيت وغادي نحط العجينة ديالي كي ماشتو غادي نجمعها هكا بيدي سالة واحد العجينة اللي رطبها ما شاء الله هانتوما كيفاش تدجي صافي ومن بعد غادي ناخد واحد سينيا هكا وغادي ندهناء بالزيت وغادي نشكل العجينة ديالي كويرات صغارين هانتوما وانتوما ديرو لكان عندكن مقلة كبير تقدرو تكبرو صافي حتى انسالي العجينة اللي عندي كاملة هنا درتون باش ديتون في بدي فطرنا عند العائلة هانا كي ماشتو الحوش والي غادي ندير هنا عندي البصلة درت هنا يا بصلة كبيرة غادي نشلضة في الاشواخ وهنا عندي جوج فلفلات خوضر حتى هما قطعتهم وثا هما قشيتهم في الاشواخ وهنا عندي فلفلات حمرة كبيرة حتى هي حتى هما قطعتهم في الاشواخ وهنا عندي خمسة ديال فصوص ديال التومة هنزيد عليهم شوية ديال المعدنوس وحتى هما طحنتهم هكا كل شي غادي تتطحنوا في خمسة دقائق كل شي واجد صراحة وغادي نخلط ونزيد عليهم واحد ميتين وخمسين جرام ديال الكفتة وغادي نخليها مع ذاك الخضراء هكاك وغادي نزيد هنا يا واحد جوج مع الكبار ديال اه طومات كونسونتخي هذك ماتي شديدة تكون في الطاس وهنا عندي نص كاس ديال زيت المائدة وعندي هنا يا معلقة كبيرة ديال نعناع يابس يبقى اختياري وهنا عندي الملحة ويبزر هذو ما التوابيل صافي وغادي نخلط مزيان وغادي نطلقها كبدلة كميه كبيره وتديرها فميكات وتحطوها في الفريق وفقاش ما بغيتو نحيدوها وستعملوها صافي هنا من بعد ما غادي نخلط مزيان صافي غادي نحطها على جنب وندوز انطلق العجينة ديالي هنا راني طيبت ديجا بخيس كلامواتي وغادي نطلقها كبدلة كمشتو غادي نستعن بالدلة ونطلق ماشي مشكل جي هكا ماشي ضايرة مهم راها سهلة وتتطلق بسهولة ومن بعد ما طلقتها هانتوما تنبصت فوق منا ذاك الحشوة عاد نديرها الطيب هانتوما تتحطو الحشوة وتبركو عليها مزيان باش تدخل في العجينة اصلا تنطلقوها مزيان تكون العجينة رقيقة هانتوما وتنغطيوها باش تطيب من الفوق ونطلقوها هانتوما نستعنوا بفارينا ونطلقوه هانتوما نستعنوا بفارينا مصير كبير وما اخذالي شقاع الوقت هانتوما كيف تتجي هانتوما تعمروها حتى من الداخل وتبلعو نشاركها معاكم ان شاء الله بوحد الحشوة ووحد اخرى صافي وتلقوه هانتوما كماشتو فقلجينا ونحييد الخرار ها طابت صافي وندوز ندير الخرار الطيب هانتوما تقدرو تمسحو المقلاء مره مره من ذاك فارينا نغطيوه من الفوق ونجعلوها طيب حتى نكمل الكميه اللي عندي كامله شاكفه طيب وحده ديروا الاخره من فوق منه باش ماذاك الحشوة متلقش في الاخره اللي من الفوق هكا تستمرو تتساليوا هانتوما ما شاء الله ها تستمرو بلا صالات هنا قطعتها طريفة صغار شوية ماطيشة وشوية ديال البصلة و ها تستمرو هذه الصوصة راني مشاركة معكم في القناة الصوص بلوش تتجيل ديدة صدقوني في الحشوات هذا هو الفيديو و ديال اليوم و ديال اليوم و ديال الفطائر ما شاء الله لديهم صدقوني سوف يحمقوا لهم ولدتكم اذا اعجبكم الفيديو كما العادة لا تنسوني اشتركوا في القناة و اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة